كتاب الإحاء الذاتي تأليف بيتر فليتشر ترجمة محمد عياد مقدمة معظم هذا الكتاب يرمي إلى تمكين القارئ من أن يفهم ويقدر طريقة الإحاء الذاتي التي سأصفها في الفصل الأخير وأن يحسن استخدام هذه الطريقة اليسيرة وللعلاج بالإحاء طرق كثيرة كما أن في طبيعة الإحاء نفسه نظرية عديدة ولست أزعم أن نظرية وحدها هي التي تستحق المعرفة ولأن الطريقة التي أوجزتها ليمكن استخدامها في الحياة العملية طريقة يستحيل الإيتيان بأفضل منها ولكنني واثق أن القارئ إذا تابع بحثي إلى نهايته أدرك لماذا تأتي طريقة التي وصفتها بفائدة عملية كما أعتقد في الوقت نفسه أنه سيجد مدخلا يبسط له طبيعة الإحاء ومن ثم تيمكنه من استخدامه عن ثقة في أموره الخاصة وكثيرا ما يستعمل الإحاء استعمالا ضارا شأنه في ذلك شأن كل تأثير نفسي آخر يتوقف النجاحه على تقبل الانفعالات له أكثر مما يتوقف على تسليم العقل به وقد حاولت في مواضع متفرقة من هذا الكتاب أن أبين الظروف الكامنة في نفوسنا والتي قد تجعلنا فرائس للإحاء الضار ولعلي بذلك سعدت بعض القراء على أن يزدادوا فهما لأنفسهم وضبطا لها وكثيرا ما شعرت أن أكتب بشيء من الصعوبة مرجعه إلى محاولتي أن أشرح في كلمات قليلة أمورا تتصل بالنفس في مظاهرها الكبرى مع أن بعض تلك المظاهر يتعذر شرحها شرحا مفصلا في حيز هذه الرسالة ولهذا فقد يشعر بعض القراء على الرغم من محاولة توضيح الأسباب التي بنيت عليها أحكام مختلفة بأنهم في حاجة إلى مزيد من المعلومات ليكون أقدر على إدراك مضمون الأفكار التي عرضتها هنا ولعل هذا أمر لا يمكن تحشيه فشخصية الإنسانية كل عامل ولا يمكن فهم جزء من نشاطها فهما كاملا إلا بالنظر إلى علاقة هذا الجزء بالكل واستجابة النفس للإيحاء ليست إلا مظهرا واحدا من العمل النفسي فلا يمكن عزل هذا الموضوع وفهمه فهما شاملا بغض النظر عن غيره وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الإدراك لما يحدث لنا حين تستثير خيالنا بعض الأفكار ذات القدرة الانفعالية قد يكون ذا نفع كبير للرجل أو المرأة وإن كان حظهما في العلم بنفسيهما بعد ذلك ضيلا ولد كل امرئ بالطبع فكرة عامة عن الأعمال النفسية ولهذا فإني آمل أن يكون لهذا الكتاب على صغر حجمه بعض الجدوى في حياة من يقرؤونه وليجدوا صعوبة في متابعة الموضوع باستيعاب أكبر إن حفزهم هذا الكتاب على ذلك ولئن لم يكن لكتابي من أثر غير هذا كان فيما أرى جديرا بالعناء الذي بذل فيه المؤلف الفصل الأول ما الإيحاء أذكر أني قرأت منذ سنوات نادرة عن شاب اسمه ويليام هنري بيسترز كان موطنه بلدة ريفية نائية في إقليم لينكون ولما غادر ويليام المدرسة وكان رفاقه يدعونه بيل اشتغل صبيا في مكتب شركة من شركة الإقليم وكان فتنزكيا نشيطا فتقدم في عمله زمنا ولكن سير العمل على وطيرة واحدة وخلو البيئة مما يشوق بدأ يؤثران في أعصابه بعد أن مضى على عمله عمان وكان شديد الميل إلى المغامرات جامح الخيال فضيقته هذه الحياة المحدودة في دائرته الصغيرة سولت له نفسه ذات يوم أن ينتهز فرصة سانحة فيسطو على خزانة شركة ويلحق بأول قطار مسافر إلى لندن وقد صح عزمه على أن يرحل إلى الخارج ويشق لنفسه طريقا وسارت الأمور على ما يشتهي هبل حتى وصل إلى العاصمة وشرع يبحث عن مسكن ثم حدث أمر غريب فبينما كان يسير على شاطئ مغتبطا بحريته التي وفق إليها أخيرا وقع بصره على جملة مطبوعة على حائط وقرأها فإذا هي تنبيه يمكن أن تعني هذه الجملة أحد شيئين لاصق الإعلانات يحاكمون كما يكتب عندنا ممنوع لصق الإعلانات أو سيحاكموا بيل بوسترز فتملك الفتل آبق رعب مفاجئ وارتعدت أطرافه ودق قلبه شديدا وأحسك أن أحدا صاحب اسمه صياحا عاليا حتى يسمعه المارات جميعا ولكنه رجع إلى نفسه يناقشها وبعد برهة استرد هدوءه وعاود سيره وما مضت عشر دقائق حتى رأى تنبيها آخر كالتنبيه السابق بيل بوسترز will be prosecuted فأصابه الخوف والانزعاج مرة أخرى ودعا نفسه أحمق وذكر نفسه بأن تشابه اسمه بيل بوسترز مع الكلمتين المطبوعتين لا يعني شيئا على الإطلاق ولكن ذلك لم يغير من الأمر كثيرا فحيثما حول خطاه كان يلقى بعد فترة قصيرة أو طويلة هذه الرسالة الدامغة بيل بوسترز will be prosecuted ولما مضت ساعتان لم يعد بيل يستطيع احتمالا فتوجه إلى أحد مراكز الشرطة واعترف بجرمه وأسلم نفسه ثم رد إلى بلده مخفورا وأظنه أطلق صراحه بعد أن أنذر وأعيد إلى عمله بعد مدة وقد غشيه شيء من الحزن ولكنه أفاد ولا شك مزيدا من الحكمة رسالة إلى الوجدان هذه القصة مقدمة طيبة لموضوع الإحاء والإحاء الذاتي فنحن نستعمل كلمة الإحاء لدلالة على التأثير الذي تحدثه في سلوكنا رسالة إلى النفس تعتمد قوتها على اتجاهها المباشر إلى وجداننا والإحاء لا يكاد يتطلب شيئا من قوان العاقلة فهو لا يستثير النقد ولا الجدال إذ أنه قضية مقررة صيغت بحيث نميل إلى قبولها بغير تفكير فنحن نستجيب لها بطريقة تلقائية تامة وأود بهذه المناسبة أن أوضح للقارئ أنه لا يكاد يوجد فرق سيكولوجي بين الإحاء والإحاء الذاتي فهذا إحاء نوحيه لأنفسنا وذلك يأتنا من مصدر خارج أنفسنا ونجاح فن الإعلان الحديث يتوقف إلى حد كبير على تأثرنا بالإحاء فأبرع الإعلانات يتجه إلى وجدان القارئ أكثر مما يتجه إلى ذكاه إلا إذا كان المنتوج المقدم غالي الثمن بحيث لا ينتظر أن يشتريه أحد إلا بعد أن ينعم النظر فيما زياه وعيوبه أما إذا دفعت للسوق سلعة رخيصة فالطريقة العادية للإعلان عنها هي طبع آلاف من إعلانات الحائط الكبيرة وعرضها في أماكن تراها جماهير كبيرة من الناس وفي الوقت نفسه تنشر إعلانات في ملايين نسخ من الجرائد والمجلات ويقول كل إعلان حائط وكل إعلان صحيفة شيئا واحدا لا يتغير فيقول مثلا بينكو ينعشك وهذه الجملة إيحاء فأنت بوصفك فردا من الجمهور يقع بصرك عليها مئات المرات كل يوم وأنت لا تبحث عنها بالطبع ولا توجه إليها انتباها خاصا ولعلك لا تكاد تدرك أنك رأيتها وحفظتها ولكن هذا الإحاء بأن بيتكو ينعشك يتكرر أسبوعا بعد أسبوع وربما شهورا متتالية فيسجل عقلك ما فيه من معنى مفيد ثم تستيقظ صباح ذات يوم فتحس شحوبا في لونك وتتذكر أنك مضطرب الصحة حقا منذ زمن فتقول لنفسك ليتني أعرف شيئا ينعشني قليلا وسرعان ما تتردد في ذاكرتك مقطعاتها الصغيرة التي حفظتها من غير وعي من الإعلانات بينكو ينعشك فيجيب وعيك طبعا سينعشني كيف لم أفكر في بينكو من قبل الناس كلهم يقولون إنه شيء نافع ولا تلبث أن تشتري أول زجاجة من البيتكو وتتجرع منها جرعة كبيرة العقل لا يستعمل لاحظ أنك لم تستعمل عقلك إلى الآن فجودة بيتكو إنما هي فكرة أوحاها إليك نداء تذكرته اعتباطا وشعورك بأن الناس جميعا يوصون باستعماله إنما هو نتيجة لبراعة المعلن في تنبيهك إلى إنتاجه مرات متعددة وبطرق مختلفة وقد تحاش الإعلان أن يخبرك ما الذي يصلح له بينكو ولم تعن أنت بالبحث عن سبب وعكتك فكان اعتلالك المبهم مساوية للوعد المبهم الذي يبذله لك بينكو ولهذا ربطت بين الفكرتين ولو راجعت ما تعلمه لعرفت أن بينكو عقار لا يصلح إلا لما يصيب ركب الخادمات من ألم أما اعتلالك فمن شأه أنك تعيشت من جراد البحر الجنبري ولكن هذا لا يقدم في الأمر ولا يؤخر لأن عقلك لم يستثر في قرار الشراء وإنما سيرتك انفعالتك والواقع أنك أصبحت الآن مالكا لزجاجة بينكو وأنك شربت منها جرعتك الأولى وتفعل قوة الإحاء فعلها مرة أخرى فتقول لنفسك إن البينكو الذي شربته سينعشك وتصدق فكرتك أنت وإذا بك وقد بدأ يخف قلقك على نفسك لقد كانت أفكارك مرتكزة على المرض حتى شربت البينكو فأصبحت ترتكز الآن على هذه الفكرة ستبدأ حالة في التعصن وطبيعي أن يستجيب جسمك لتغير حالتك النفسية فيخف التوتر الناشئ عن القلق وسرعان ما تستطيع أن تقول لنفسك عجباً إن وحس أني أصبحت فعلاً في حالة أخرى ولا عجب إذا عزمت بعد ذلك على أن تحدث أصدقائك بأن بينكو رائع المفعول لقد قادك وجدانك مرة ثانية بدلاً من عقلك وتحصنت حالتك لا لميزة عظيمة في البينكو بل لأن جسمك وعقلك قد استجابا كلاهما لسلسلة الإحاءات التي تقوم كلها على النداء الأول بينكو ينعشك حقيقة الدواء اتفق لي منذ سنوات أن عرفت مدير توزيع لدواء مشهور يكثر الإعلان عنه وتباع منه كل عام ملايين زجاجات سألت ذلك السيدة ذات يوم ونحن نتحدث ما السر في شيوع الدواء الذي تنتجونه؟ أي شيء فيه ينفع الناس؟ فأجاب إن فيه مقوياً لطيف المفعول ولكن الماء الذي يشربونه بعده هو الذي يحدث الأثر المطلوب لم يكن ذلك القول يحوي الحقيقة كلها فلا شك أن القوة الإحائية لما تذيعه شركة من إعلانات مستمرة هذه القوة الإحائية يرجع إليها أكبر الفضل في تأثير الدواء الذي كان يبيعه صاحبي إنه كان يبيع زجاجات مملوئة إحاء من قصة بيل بيسترز ومن الوصف الذي أسلفته عن أثر الإعلان تتضح عملياً كل القواعد النفسية للإحاء وهذه القواعد تنطبق على كل غرض نريد أن نستخدم له هذه الطريقة في التأثير النفسي وهي أولاً الإحاء فكرة أو مثير نفسي يتجه اتجاها مباشراً إلى وجداننا دون عقلنا ثانياً نجاح الإحاء يتوقف على تقبل النفس له بلا نقد يجب أن تصدق النفس ما يوحى إليها به ثالثاً لا ترتكز قوة الإحاء على نفس الشيء الموحى به بل على قوة الوجدان الذي يثيره ذلك الشيء أو بعبارة أخرى يثير الإحاء الوجدانات ولا يخلقها في شخص الموحى إليه رابعاً خامساً يعمل الخيال دائماً في الإحاء وتتوقف قدرة الإحاء على التأثير في سلوكنا على قوة الخيال أكثر مما تتوقف على فاعلية الإرادة وسنعالج هذه القواعد بتفصيل أكبر في الفصول التالية دروس من الفصل الأول أولاً يمكن تعريف الإحاء بأنه كل تجربة تستثير وجداننا أو انفعالاتنا استثارة مباشرة ويمكن أن يكون كلمة أو جملة كما يمكن أن تكون الكلمة أو الجملة مكتوبة أو ملفوظة ويمكن أن يكون شيئاً نراه أو حادثاً نصادفه ثانياً ليست الأشياء الموحى بها ضعيفة بذاتها ولا قوية بذاتها بل إن استجاباتنا لها هي التي تكون ضعيفة أو قوية إن قدرة الشيء الموحى به على التأثير في سلوكنا تتوقف على قوة الوجدان الذي يستثيره ذلك الشيء ثالثاً قد يكون الإحاء نافعاً أو ضاراً لنا ويتوقف الأمر كله على كيفية توجيهنا لوجداننا وضبطنا لها باستعمال ذكائنا رابعاً الإحاء الذاتي إحاء نحدثه لأنفسنا وكل إحاء يجب أن يظفر بموافقتنا لانفعالية ويصير بذلك إحاء ذاتياً قبل أن يبدأ في التأثير في سلوكنا خامساً من التجارب المفيدة أن تلاحظ سلوكك يوماً أو يومين وتدون ما تلاحظه من أنواع الإحاء التي تستجيب لها أسرع استجابة أي أنواع الوجدان تستثيرها هذه الإحاءات؟ لماذا تدفعك هذه الوجدانات بالذات إلى العمل؟ أسرع مما تدفعك سائر الوجدانات فإذا استطعت الوصول إلى جواب عن هذه الأسئلة فقد تعلمت عن الإحاء وعن نفسك أكثر مما تتعلم بكثير من القراءة ليكون الإحاء مؤثراً يجب أن يتجه اتجاه مباشراً إلى وجدان الشخص الموجه إليه هذا الإحاء فهذا الإعلان ما كان ليثير شعور بالإثم في نفس صراف هارب اسمه جون بلانكس إذ لابد من شيء يجبر القارئ على عقد صلة بينه وبين الرسالة الموحابية وإليك مثلاً إعلن البينكو فلعلك ألفتهم منذ سنوات ولكنه لا يغريك بالشراء هذا الدواء حتى يتحرك شيء في داخل نفسك بدفع الرغبة في الاستعانة بشيء يحسن الصحة الرغبة في أن تنعش نفسك وهذا القول يصدق على سلوكنا جميعه فالذي يبعث طاقتنا هو وجداننا أو انفعالاتنا ونحن نستعمل عقلنا بالطبع ولكننا نستعمله كما يستعمل سائق السيارة مصورة توضح الطرق فيعرف بها موقع الأرض ويختار طريق الذي يسلكه ليصل إلى المكان الذي يريده فإذا قررنا ذلك مستعينين بالعقل فوجداننا هو الذي يسير بنا إلى هناك وكلمة دافع تبرز هذه الحقيقة فإنها تعني ما يدفع ومن ثم نستطيع أن نقول عن البخار في الآلة إنه قوتها الدافعة وبهذا المعنى نفسه يمكننا القول أن فلانا من الناس كان يعمل بدافع سيء أو بوجدان سيء كائنات عاقلة إلى درجة ما يسرنا أن نقرر لأنفسنا في اغتباط أننا كائنات عاقلة وكذلك نحن ولا شك إلى درجة معينة فنحن نطيع عقلنا ونستعمله مسرورين طالما كان محبذا لطريق الذي تحفزنا وجداناتنا إلى السير فيه أما إذا قال وجداننا بشيء وقال عقلنا بغيره فنحن نطيع وجداننا في تسع حالات من عشر وطبيعي أن لا نحب الاعتراف بذلك ولذا فإن ما نعمله عادة هو أن نغير من حججنا العقلية لتتفق مع وجداننا ثم نقنع أنفسنا بأننا عملنا ما عملناه متبعين وحي عقلنا وهذه الخطط النفسية يسهل اكتشافها في أصدقائنا أكثر مما يسهل اكتشافها في أنفسنا فإذا كنت تريد أن تقضي عطلتك على الشاطئ الجنوبي بينما يريد صديقك أن تصحبه في جولة بالقارة الأوروبية فسوف تدرك على الفور أن صديقك يخترع شتى الحجج لاختياركما معاً الرحلة التي يريدها وما ذلك إلا لكي يحقق رغبته هذا بينما تكون أنت معتقداً كل الاعتقاد أنك تلزم موقفاً محايداً معقولاً إلى الدرجة القصوى ولعلك تستأ من صديقك إذا جرؤ أن يشير إليك من طرف خفي بأنك تجادل في الأمر لأنك تريد أن تنفذ مشيئتك مشيئتنا تحكمنا والحق أننا نحتاج عقلاً بالغ القوة إذا كان أعلى عقلنا أن يجعلنا نعمل ما لنشاء عمله فإن مشيئتنا ليست إلا مظهر وجداننا ولكن العقل الناقص جداً يكفينا إذا كان وجداننا حافزاً لنا على انتهاج سبيل معين بل إننا في هذه الحالة الأخيرة لا نحتاج عقلاً ما ويفيدنا هنا مثل سائق ومصورة طرق فأنت إذا لم تكن قاصداً مكاناً بعينه أو لم تكن واثقاً من الطريق الذي يوصلك إلى غرضك فإنك تستشير مصورة العقل أما إذا كنت واثقاً من طريقك وراغباً في أن تسرع بالوصول إلى مكان معين فإنك تفتح ما سورة الوجدان وتمضي في طريقك وكلما اشتدت رغبتك في ذلك الشيء الذي ينتظرك عند نهاية رحلتك اشتدت سرعتك وهذا يفسر لنا أن الإيحاء كثيراً ما يعظم أثره بقدر بعده عن العقل فمثلاً هذه الجملة بينكو ينعشك لا تعني في الحقيقة شيئاً فأي شيء من زجاجة جعا إلى لزقة خردل يمكن أن ينعشك بشرط أن تكون في حاجة إلى ذلك النوع من الإنعاش الذي يقدمه لك أما إذا لم تكن في حاجة إليه فقد يؤذيك آذى شديداً ولكنك تميل إذا اضطرب مزاجك إلى تأثر بذلك الوجدان سار وجدان الانتعاش أكثر مما تميل إلى الاقتراح المعقول بأن تدعى الطبيب يبحث عن مصدر شكواك وهذا القول لا يعني بالطبع أن الإحاء لا بد أن يكون غير معقول فما أرمي إليه هو أنه سيفعل فعله على كل حال بشرط أن يمس وجدانك فإذا تفق أن خطب عقلك في الوقت نفسه فذلك خير التقبل بلا نقد ولعل أحسن طريقة للتعبير عن هذه النقطة هي أن يقال أن نجاح الإحاء يتوقف على استعدادك لتقبله بلا نقد فإذا فحصته أو ناقشت نفسك بشأنه فسرعان ما تبدأ في ملاحظة ما يكون في فكرته من عيوب وكلما فعلت ذلك ضعف تحريك الإحاء لوجدانك وقد لا يكون في الإحاء بالطبع شيء من هذه العيوب فكلما بحثته زدت شعورا بصدقه وفي هذه الحالة يزداد نفعه كإحاء ومع ذلك فإن عملية التفكير العقلي إذا بدأت لا بد أن تستمر حتى تتبدد شكوكك كلها قبل أن يكون لهذا الإحاء الذي تناقشه سلطانه الحقيقي عليك والقاعدة هي إما أن لا تبدأ في تفكير في شيء موحبه وإما أن تتم تفكيرك كما تهوى قبل أن تستخدم ذلك الإحاء كحافز فعلي ومن أهم الأمور أن تكون على ذكر من هذه القاعدة حين تعمد إلى اتخاذ خطة للإحاء الذاتي فأولاك الذين يستعينون بهذه طريقة نفسية كثيرا ما يجدون نتائجها مضبطة وذلك لأنهم يقبلون عليها ظنين أن في مقدورهم تغيير الطرائق سلوكهم إذا هم صاغوا جملة تقريرية وجعلوا يكررونها لأنفسهم ضرورة الاقتناء فمثلا قد يرى شاب أنه ينبغي له ترك التدخين ويعزم على استخدام الإيحاء الذاتي ويبدأ يكرر لنفسه هذه الجملة يمكنني ترك التدخين فما يمضي أسبوع حتى يكون قد قالها مئات المرات ولكنه ما زال مفرطا في تدخين كدأب وذلك طبيعي لأنه في صميم قلبه لا يريد أن يكف عن التدخين ولعله يرى أنه ينبغي له الكف عنه لأن فتاته تؤنبه ولكنه يعتقد بينه وبين نفسه أنه يستمتع بهذه العادة وأدهى من ذلك أنه يعلم أنه حاول الإقلاع عنها ثلاث مرات من قبل فما أفلح والنتيجة أنه مهما ثابر على تكرار كلماته فإن عقله لا ينأى يفحص هذه القضية يمكنني ترك التدخين ويردها مكذبا فما يرى الشاب أنه ينبغي عمله وما يشاء عمله فكرتان متضادتان متعارضتان ويلزمه أن يخمد هذا الصراع وأن يكسب وجدانه أو مشيئته إلى جانب الامتناع عن التدخين قبل أن ينجح أي إيحاء في تخليصه من سلطان العادة ويجب أن نتذكر في هذا السياق أننا لا نكف لحظة عن الإيحاء إلى أنفسنا فكلما ارتبط نشاط معين أو فكرة معينة بوجدان سار فإن نفوسنا تتحرك من تلقاء أنفسها لتسجل تصميمها على تكرار هذه الفكرة أو هذا النشاط متى أمكن تكرارها؟ والواقع أن وجداناتنا هي أنفسها إيحاءات فهي تشجعنا على أن نظل سائرين في اتجاهات معينة ونفعل أشياء بعينها لأننا نميل إليها ونتجنب أي فكرة أخرى أو أي نشاط آخر لا يسرنا وبعض هذه الوجدانات عميق راسخ حتى أن أقوى الإيحاءات الوقتية يعجز عن نبذها نبذا طويلا التغيرات الوقتية في الوجدان فمثلا حين عزم بيل بيسترز على أن يسرق درج سيده كان عليه أن يتغلب على وجدانات الرضا بأمانته وحسن سمعته وهي وجدانات ظلت في نفسه سنوات وقد أبعد عنه هذه الوجدانات مؤقتا بأن أوحى لنفسه مرارا أو تكرارا بما سيجده من السرور حين يكون حرا وما سيصيبه من المتعة حين يرحل إلى الخارج وما إلى ذلك ولكنه حين وصل إلى المدينة كفاه ذلك الإيحاء الضئيل بالجرم والخطر في إعلان قرأه مصادفة لأن يوقظ القوة الكاملة فيما كمن من احترامه لذاته فقد ارتبط هذا الإيحاء بالإيحاءات الراسخة على مدى العمر وبذلك حدد مسلكة وبالمثل ليس لإعلانات البنكو أي تقيمة إيحائية طالما كان وجداننا الراسخ بالارتياح الجثماني يوحي إلينا ذلك الإيحاء القوي إننا امرء سليم ولا يمكن أن تستحوذ علينا الفكرة الجديدة إلا حين تستثير وعكتنا شتى مخاوفنا ويجب أن لا يعزب ذلك عن بالنا فإذا أردنا أن نستخدم الإيحاء الذاتية لنحدث في سلوكنا تغييرا ما فيجب أن نسأل أنفسنا أولا ما الإيحاءة الذاتية التي أعملها في العادة؟ ما وجدانات العميقة في الوقت الحاضر؟ فهذه هي أعظم القوى الموحية في حياتنا ومن العبث أن نتوقع تقويضها بأن نكرر عبارة معينة بضع مرات شعار كوي ولنأخذ مثلا معروفا لقد سمع الجميع عن العالم النفسي الفرنسي كوي الذي أدخل في إنجلترا فكرة الإيحاء ذاته وقد اعتاد كوي أن يوصي تلامذه بأن يقول إنني أزداد تحسنا من جميع الوجوه في كل يوم وهذه الفكرة تبدو فكرة لامعة ولكن من سوء الحظ أن كثيرا من أولئك الذين يكررون هذه العبارة قد يكونون على رغم ضيقهم بمرضهم ممن تعودوا على اتخاذ المرض عذرا لتخلص من واجبات ثقيلة حتى إنهم لا يحارون ماذا يعملون لولا هذه العلة التي يشكون منها فهم وإن جاهلوا لا يشاءون من صميم قلوبهم أن يزدادوا تحسنا ولعلهم يسرون بأن يزدادوا سوءا في بعض المناسبات ولا فائدة لمثل هؤلاء المرضى من أن يكرروا عبارة كوي إلا إذا قرروا بينهم وبين أنفسهم استعدادهم لمواجهة الخطر والمسؤولية الذين لا يمكن تجنبها متى ما استردوا عافيتهم وهذا يقربنا من مسألة تجيب معالجتها بشيء من الإطالة وهي علاقة الإيحاء باحترام الذات وهذا الموضوع يحتاج فصلا قائما برأسه دروس من الفصل الثاني أولا الوجدانات أو الانفعالات هي للإنسان كالبخار للأهل فهي مصدر طاقة التي تعمل بها الأشياء ثانيا الوجدان أعمق وأقوى من العقل فنحن نستعمل العقل ليساعدنا على تعيين كيفية التعبير عن وجداننا ومكان التعبير عنه أما إذا حاولنا أن نجعل عقلنا يخضع وجداننا أو يعارضها فإن هذا الجهد يذهب في العادة هباء ثالثا كل ما تستجيب له وجدانات نستجابة قوية يمكن أن يدفعنا إلى العمل وإن عارض أوامر العقل رابعا أعظم ما يكون الإيحاء أثرا حين تتقبله عقولنا بلا نقد لا يمكن الجمع بين النقد وبين القابلية للإيحاء خامسا لا يمكن أن نوحي إلى أنفسنا إيحاءا ذا أثر إلا إذا استطعنا أن نجعل رغباتنا ووجداناتنا الراسخة موافقة للأفكار الجديدة التي نريد غرسها بالإيحاء سادسا من المهم أن نتذكر أننا ظللنا طوال حياتنا نوحي إلى أنفسنا عن بعض الأشياء وقد لا ندرك أن طرائقنا العادية في التفكير هي جميع إيحاءات بل هي أقوى الإيحاءات سابعا ليس لنا أن نتوقع أن نحمل أنفسنا على إيطاعة الإيحاءات الجديدة إذا كانت هذه الإيحاءات الجديدة على النقي ضمن إيحاءات أخرى رسخت جذورها وأصبحت معتقدات شخصية الفصل الثالث الإيحاء واحترام ذات تتغير وجداناتنا مع تغير الظروف من لحظة إلى لحظة ومن ساعة إلى أخرى فبعض الأحداث يجعلنا سعداء وبعضها يسبب لنا الكآبة أو سخط وبعض التجارب يلذنا وبعضها الآخر يخيفنا وهناك أشياء معينة إذا كان علينا أن نعملها عملناها بلذة وشغف ثم يظهر واجب آخر قد لا يزيد صعوبة عن ذلك الذي نستمتع به فإذا بنا متذمرون خانقون والشايق في هذا الأمر أننا لا نستجيب جميعا للحادث الواحد بطريقة واحدة فما يكون عندك لحما يكون عند غيرك سما كما يقولون والتجربة التي تهب أحد الناس سعادة عظيمة قد تشقي غيره فلما هذا الاختلاف؟ النظرة إلى الذات إن كل شيء يتوقف على كيفية شعورنا بذاتنا فهناك انفعال مركزي يكمن تحت كل الحالات العابرة التي تمر بها ذلك هو نظرتنا إلى ذواتنا فنظرتنا إلى ذواتنا تؤثر في سلوكنا أكثر مما يؤثر فيه أي شيء آخر لأنها عبارة عن النتيجة التي وصلنا إليها عن قيمة حياتنا ومعناها بعد كل هذه التجارب التي مررنا بها إلى الآن فبعضنا يرى نفسه أنه ذكي أو شجاع أو قوي أو موفق أو فوق غيره اجتماعيا أو أنه أفضل من العادي من أي وجه آخر وبعضنا الآخر يعتقدوا اعتقادا راسخا بضعفه وجبنه وكسله وقلة غنى أو بأنه دون بني جنسه رجالا أو نساء من أي وجه آخر ومن الناس من هم معتقدون فيما بينهم وبين أنفسهم بأنهم غير صالحين ولكنهم يظنون لشتى الأسباب أنهم يجب أن لا يعترفوا بذلك ومن ثم يدعون أنهم ممتازون بينما هم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون بذلك ومن هذا الطراز عادة أولئك الذين يظهرون الكبر والعظمة والخيالاء وتقصر عن وصف ذكائهم الكلمات فهذا الوجدان المركزي الراسخ الذي يدور حول أنفسنا يكمن تحت التغيير الكثير في أحوالنا النفسية وعليه يتوقف نوع الوجدانات التي تستثيرها فينا مختلف الأفكار التي تعني لنا وشتى المجالات التي نمر بها وهو يعمل عمل إيحاء عظيم القوة بل إنه أقوى الإيحاءات عملا فهو يلون سلوكنا ويحدد قراراتنا إلى درجة كبيرة والإيحاءات الجديدة التي توجه إلينا أو التي نوحيها إلى أنفسنا لا يكون لها إلا أثر ضئيل إذا هي عرضت ذلك الوجدان المركزي وعلى العكس من تلك الإيحاءات التي يمكن ربطها بهذا الوجدان فإنها تصبح قوية الفعل جدا لأنها تستمد من طاقته العظيمة وجدانك الرئيس ينبغي أن نجتهد لاكتشاف الوجدان الرئيسي في حياتنا قبل أن نحاول الإيحاء إلى أنفسنا لأي غرض كان وينبغي أن نسأل أنفسنا في غير مواربة عن رأينا في أنفسنا وكيف نقارن بين أنفسنا وبين غيرنا من الناس وما الدافع الذي يستثيرنا إلى النشاط بأكبر سرعة وأعظم سهولة فإذا استطعنا أن نكتشف ذلك أمكننا أن نبتكر إيحاءات تنال استجابتنا السريعة لأننا نستطيع عندئذ أن نصوغها بطريقة تجعلها صدا لأعمق وجداناتنا وبذلك تجعل طاقتنا جميعا في عونها ونستطيع أن نعمل هذا وإن كان الإيحاء الذي نريد أن نوحيه إلى أنفسنا يبدو لأول وهلة مناقضا لمشيئاتنا الواقعية وهذا ممكن للسبب الذي أسلفته وهو أن وجداننا لا يحركه المنطق فنحن نستطيع أن نجعل أنفسنا أو يجعلنا غيرنا نعمل أشياء يثور عليها عقلنا بشرط أن نجد سبيلا إلى الروغان من ملكاتنا الناقضة وهذا بطبيعة الحال شيء فيه فن وهو فن برع فيه المختصون بالنشر والدعاية فهم يعرفون كيف يخاطبون وجداناتنا الرئيسية حتى تندفع إلى عمل أشياء غريبة تماما عن طبيعتنا الحقيقية بل مناقضة لمصالحنا الكبرى قوة الإيحاء البارع ففي زمن الحرب مثلا تستعمل كل دولة قوة الصحافة والإذاعة وسائر ضروب النشر لإقناع مواطنيها بعدالة قضيتها وهي تخاطب انفعالات الشعب بمختلف الوسائل الخفية فيبلغ من أثر ذلك أن يكونوا على أهبة للموت في سبيل بلادهم والحق أن المضحك المبكي في دعاية الحربية هو أنها تدفع الناس إلى بذل أرواحهم بأن تسير فيهم حب البقاء وشبيه بذلك ما يحدث في وقت الانتخاب ألسنا كلنا نعلم كيف يستثير الخطيب البارع حماسنا في اجتماع شعبي فنصدر متحمسين قرارا إجماعيا حتى إذا عدنا إلى بيوتنا وراجعنا الأمر تبين لنا أننا لا نوافق الخطيب على الإطلاق وإن كنا حكما فنحن نحرص بالطبيع على كشف محاولات غيرنا أن يتوصل إلى إقناعنا باللعب على وجداننا هكذا ولكنه ما من داع لأن نحجم عن هذه طريقة لنحدث تحسنا في حياتنا وهذا أمر وهذا أمر يسهل عمله متى اكتشفنا وجداننا الرئيسي فما علينا حينئذ إلا أن نوحي إلى أنفسنا بحيث يستثير الإيحاء هذا الوجدان موجها إياه إلى ما نرغب أن نشجع أنفسنا على عمله مثل من نادرة مدرسية وتتضح لنا هذه الطريقة من القصة التالية قرر والد صبي عنيد حرون أن يرسله إلى مدرسة ترعى أمثاله من الصبية لأن ناظرها كان عالما نفسيا أخذ الصبي إلى المدرسة ليراه الناظر فلم يبدأ هذا في الحديث معه حتى أخرج الأب من الحجرة ثم التفت إلى الصبي وقال له لعلك جئت لتدخل المدرسة فرد الطفل وقد دفع ذقنه إلى الأعلى كلا أنا لا أريد أن أدخل هذه المدرسة وإن تركني أبي هنا فسوف أهرب فأجاب الناظر بهدوء فهمت إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة بك أن تأتي إلى هذه المدرسة بل إني سأنهى أباك عن تركك لأننا لا نستطيع أن نسمح لك بالبقاء في هذه الأحيان فسأل صبي ولو قال أبي إنني يجب أن أبقى أجل وماذا لو قلت أنني سأفعل ما يأمرني به أبي فأجاب الناظر مبتسما يا ولدي لن أسمح ببقائك وإن قلت ذلك إننا لن نقبل بأي حالة أن يأتي صبي إلى هنا على الرغم منه أتعني أنك لن تسمح لي بالمجيء؟ بلا شك ولكن أريد المجيء إنني أريد ذلك حقا إنني ألح في ذلك إذن تأتي يا بني وهكذا أوحى الناظر إلى الصبي العنيد في مهارة عظيمة أنه بحاجة إلى الإصرار على رغبته في الذهاب إلى هذه المدرسة لكي يمكنه الذهاب إليها فحول الطاقة التي في خصلة الصبي الرئيسية العناد إلى طريق البناء بأنخل عقيمة الفعالية إيجابية على إيحاء يبدو لنظرة العجلة مناقضا لرغبة الصبي خطة لنفسك وكثيرا ما يمكننا أن نستخدم هذه الخطة وننجح في استخدامها حين نوحي إلى أنفسنا أخبرني طبيب من أصدقائي أنه حاول الإقلاع عن التدخين منذ السنوات فلم يفلح في ذلك حتى اختير ذات يوم مشرفا على مستشفى واضطر أن يفرض على مرؤوسيه ألا يدخن أثناء العمل وساءه أن يصدر هذا الأمر إذا شعر بأنه سيلاقي من العصر في تنفيذه فوق ما سيلاقيه أي أمر سواء ولكنه كان لزاما عليه أن يفعل ذلك وعندئذ ذهب الصديقي إلى غرفته وأعد لنفسه إيحاء فعزم على أن يجعل تحروره من رغبة التدخين شاهدا على صلاحيته للحكم وهو يعلم أن وجدان الزعامة كان خاصته الرئيسية وإذا برغبته في تدخين تزايله بعد أسبوع ثم لا تعود إليه قط دروس من الفصل الثالث أولا كيفية شعورنا بالحوادث الخارجية واستجابتنا لها تتوقف على كيفية شعورنا بأنفسنا ثانيا شعورنا العادي بأنفسنا أو وجداننا العادي عن أنفسنا هو نتيجة للمعتقدات التي تكونت فينا على مدى السنين عن معنى شخصيتنا وقيمتها وعلى هذا الوجدان عن النفس نبني احترام الذات ثالثا رأينا في أنفسنا هو أقوائها فهو يؤثر في سلوكنا جميعه وإذا كان رأينا عن أنفسنا خاطئا إن عكس هذا الخطأ على سلوكنا كله فتصبح حياتنا جهدا واحدا متصلا للظهور بمظهر يختلف عن حقيقتنا رابعا ما من إيحاء يوحيه إلينا غيرنا أو نوحيه إلى أنفسنا يبلغ من قوته أن يغير عاداتنا في السلوك إذا لم يوضع هذا الإيحاء بحيث يضيف شيئا إلى وجدانات إرضاء الذات عندنا خامسا وعلى العكس أي إيحاء ولو كان ضارا يؤثر فينا تأثيرا عظيما إذا أمكن أن نقتنع بأن إرضاء ذاتنا أو بأن اعتبارنا سوف يزيد بإطاعة هذا الإيحاء سادسا ينبغي إذن أن نكتشف وجداننا المركزية عن أنفسنا قبل أن نصنع لأنفسنا إيحاء وبذلك نصغ إيحاءاتنا بحيث تستمد من طاقة ذلك الوجدان الفصل الرابع الإيحاء والأجسام إذا حرقت أصبعك شعرت بالألم فالإيحاء تجربة جسمية أما الألم فتجربة نفسية ونحن جميعا نقول في هذه الحالات إني أحس في أصبعي ألما وذلك لأننا تعلمنا بالخبرة الطويلة أن نربط بين الإحساسات المختلفة التي ترسلها أعصابنا إلى المخ وبين العضو الذي تصدر منه وعلى الرغم من ذلك فإن النفس هي صاحبة الإحساس ولو حقنا أعلى الذراع حيث يتصر عصب الأصبع بالمخ بمقدار قليل من مخدر كالكوكاين ما شعرنا بألم في ذلك الإصبع وإن عرضناه لله بحتى احترق وصار هشينا فالنفس والجسم جزآن من كل واحد أو مظهران لكل واحد ذلك الكل هو الجهاز العضوي الحي وقليل أن يقال إن الجسم يمكن أن يؤثر في العقل فالحقيقة أنه يؤثر في العقل دائما فحالة هضمنا تؤثر في حالتنا النفسية والصحة الجسمية تنعكس في وجدانات الحماس والإقبال على الأشياء وكلما كبرت طاقتنا الجسمية زادت نفوسنا يقظى نماذج من الإيهاء ونفوسنا تؤثر في أجسامنا بهذه الطريقة عينها فمنظر شخص يتثائب يجعلنا نريد أن نتثائب نحن أيضا وصوت طابور عسكري سائر يجعل الدم يتنزى في عروقنا وتفكير في أكل حشرة يجعل أكثر الناس عرضة لأن يتقيأوا وهذه الأفكار كثرها إيحاءات تافهة وقتية إلى درجة ما وآثارها قصيرة الأمد ولكنها تظل قوية جدا مدة بقايا ويتأثر بها كل جزء من الجهاز الجسمي وقد يغشى عليك مثلا إذا رأيت دما فتتغير حركة قلبك ورئتيك وتوافق أعضاءك الهضمية وإفراز غددك جميعها يتغير ذلك كله تغييرا عميقا مفاجئا ويتأثر مخك بهذا الحادث حتى تفقد الوعي فقدانا تاما بضع لحظات وحين يدرك المرء ما يمكن أن تحدثه فكرة صغيرة كهذه منظر الدم من تغيير في عمل أجسامنا لا يصعب عليه أن يفهم مدى تأثير الأفكار أو الإحاءات التي أصبحت جزءا من تفكيرنا العادي جزءا له حظ من الدوام الموت بالإحاء ولأضرب لك مثلا لقيت منذ زمن سيدة جميلة تناهز الثلاثين من العمر كانت ترعاها طوال حياتها أم شديدة الشغف بها وقد تعودت هذه الفتاة منذ طفولتها الباكرة أن تقول لأمها يا أم الحبيبة إني لا أستطيع العيش بغيرك وكانت الأم قد ماتت قبل أن ألقى هذه سيدة الشابة بستة أشهر وكانت الإبناء تسير هي الأخرى في طريق الموت قدما وإن لم يكن بجسمها داء فقد فترت شهيتها وضعفت نفسها وخافتت نبضات قلبها وفقدت كل رغبة في الحياة وازدادت على الأيام ضعفا وهمودا لقد كان جسمها يستجيب طائعا للإيحاء الذي ظلت توحيه دايما بأن الحياة لا تستحق أن توحي بغير أمها وإني لعلى يقين من أنها لو لم تبصر بما يحدث لها وتتشجع على تغيير رأيها وتشجع على تغيير رأيها فيما يدخره لها المستقبل لماتت بعد بضعة أشهر النتائج السيئة لأفكار الأبوين وكثير من الناس يعانون النتائج السيئة التي تنجم عن إيحاءات معتادة من هذا النوع بلا جريرة منهم أولئك هم أنجال الأباء ذوي الطموح أو الأمهات المسرفات في رعاية أبنائهن المفرطات في التسامح معهم اللائي يبالغن في التعبير عن مشاعرهن فهؤلاء الأباء يعملون أبنائهم منذ سنينهم الأولى معاملة تدخل في روعهم أن أقل وعكة تصيبهم هي مرض وخيم وتضاخم كل مجازفة صغيرة حتى تصيرها خطرا مروعا وتجعل الأخطاء والعثرات الهينة بالتوجع والتضجر مصائب فضيع وكانت نتيجة هذه الرعاية الدائمة أنهم شبوا وقد استقر في نفوسهم أنهم ضعاف أو ناقصون وهم لا يستطيعون أن ينتزعوا تفكيرهم من أنفسهم لأنهم حولوا كل هذه الإحاءات السخيفة الصادرة عن آبائهم إلى إحاءات ذاتية يكررونها دائما شبه راغم ثم كان لهذه الإحاءات أثار جسيمة فأضعفت الجهاز كله واستنزفت طاقته حتى كاد يصبح من الضعف بحيث يظنه صاحبه تجربة سهلة ومن الطريف أن نلاحظ بهذه المناسبة أنه ما من عضو داخلي بالجسم يمكنه أن يعمل عملا منتظما منتجا طالما نحن نفكر فيه وتستطيع أن تثبت ذلك بتجربة يسيرة أو تجربتين يسيرتين اجلس في كرسيك وتعمد أن تفكر في تنفسك مدة خمس دقائق فسرعان ما تغير من سرعته وانتظامه ولا يمضي وقت طويل حتى تحس تعبا شديدا وقلقا شاملا أو انتبه لحظة لسرعة نبضك فسوف يبدأ قلبك يدق بين انضلوعك دقا شديدا غريبا وكذلك الشأن في نشاطك الباطني كله فلا شيء يفسد الهضمك انشغال النفس به أو اختيار ألوان الطعام رعاية له بل إن الأطباء أنفسهم ينبغي لهم أن يحاذروا حين يلزمون مرضاهم مدة من الزمن بألوان خاصة من الطعام وإلا فإن اهتمام المريض بطعامه يغير من توافق أجهزته الباطنية حتى لا يخالجه الخوف من العودة إلى الطعام العادي حين يكون في إمكانه أن يفعل ذلك وكثيرا ما يكون المرض الشائع المسمى عسر الهضم العصبي ناشئا عن اهتمام المريض فترة طويلة من الزمن بحالة هضمه فقد ظل يحي إلى نفسه زمنا طويلا بضعف هضمه حتى فقدت معيدته سليمة كل ما لها من قوة ومن الميسور أن تملأ كتابا ضخما بالأمثلة والشواهد على ما يصيب الجسم من أضرار كثيرة تسببها النفس بهذه الطريقة حين تسرف في العناية بالذات إسرافا غير حميد بل إنني عرفت حالات أثر في اعتياد الملابس القاتمة الكئيبة فأدخل الانقباض في نفس لابسها وصبغ مزاجه كله بصبغة النفور من البشر لقد أطلت في هذا الموضوع بعض الإطالة لأن أريد أن يدرك القارئ مدى ما يمكن أن يبلغه الإحاء من قدرة على تعديل وجداناتنا وسلوكنا العام بل على التأثير في حالاتنا الجسمية كلها وأقوى الإحاءات أثرا في حياتنا هي كما قلت تلك التي ألفناها حتى أننا لا نظنها إحاءات على الإطلاق بل نسلم به على أنها عادة طبيعية في التفكير ولذا لا يمكن تغييرها فإذا أردت أن تستخدم الإحاء في حياتك الخاصة فابدأ بأن ترفض الاعتراف بأن شيئا ما في فكرتك عن نفسك أو عن العالم المحيط بك طبيعي تماما ولا تسلم بشيء من معتقداتك الشخصية مهما بدى لك أمر ثابتا فقليل من أفكارنا ما هو طبيعي وقليل من مزاجنا واستعدادنا ما هو فطري بل إن أكثرها قد تكون من استجابتنا ونحن أطفال لشيء من الإحاءات القوية التي كنا نصدقها قبل أن نشب وتكون لنا أحكامنا الخاصة وإنا لقادرون على مراجعة هذه الأفكار وتعديل نظرتنا وسلوكنا تعديلا كبيرا متى أدركنا أن القدرة على ذلك كامنة فينا وقابلة لأن تنمى إنا لقادرون أن نكتسب طريق جديدة في التفكير والوجدان كما اكتسبنا الطريق القديمة ولكننا لا نستطيع أن نبدأ بذلك إلا إذا أدركنا أن الطريق القديمة هي آثار الإحاءات السابقة وليست خصالا طبيعية فطرية لا طاقة لنا بتحصينها دروس من الفصل الرابع أولا إن نفوسنا وأجسامنا أجزاء من كل واحد وجميع وجداناتنا تؤثر في أجسامنا على نحو من الأنحاء وحالة أجسامنا تؤثر في وجداناتنا ثانيا الإحاءات النفسية بالضعف أو سوء الصحة أو الإشفاق على الذات تؤدي إلى إضعف الجسم وتهديه وإحاءات الخوف تؤدي إلى إخلال عمل الأعضاء الداخلية ثالثا كثير من هذه الإحاءات التي تتكون منها نظرتنا الراسخة إلى أنفسنا ناشئ عن أفكار خاطئة غرست في نفوسنا أثناء الطفولة رابعا نظن خطأا أن هذه الأفكار فطرية وما ذلك إلا لأننا تعودناها زمنا طويلا خامسا إذا أردنا أن نغير طرائقنا في السلوك فينبغي أن لا نسلم بأن شيئا من طرائق تفكيرنا ووجداناتنا طبيعي أو محتوم فإننا نستطيع أن نغير هذه الأفكار إذا أردنا ذلك حقا الفصل الخامس الإحاء والخيال عرفت الإحاء في أول هذا الكتاب بأنه رسالة إلى النفس تؤثر في سلوكنا باتجاهها المباشر إلى وجداننا ويلزم بالطبع أن تكون هذه الرسالة في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة فأفكارنا الخاصة كما رأينا لها تأثير إحائي قوي ومثلها الأحداث التي تجري في الحياة من حولنا وكذلك قد يكون لتأثير غيرنا من الناس علينا نفس القوة لاحظ مثلا سلوك الجماعات غير المنتظمة التي تتحرك حركة رجل واحد فيفعل كل ما يفعله الآخرون في لحظات الظعر أو الانفعال الشديد وقد بينت في الفصول ثلاثة سابقة بعض الطرق التي تؤثر بها شتى الإحاءات على أجسامنا ونفوسنا ونبات إلى بعض الآثار القوية التي تكون لوجداناتنا الراسخة ولعلى القارئ قد لاحظ أنه حيثما استعملت كلمة إحاء كان يمكنني في الغالب أن أستعمل كلمة الخيال والحق أن قولك أن شيئا ما يخاطب وجداناتنا هو نظير قولك أن هذا الشيء يثير خيالنا أعمل فكرك مرة أخرى في قصة بيل بيسترز إنه طرب لمرأة الإعلان لأن ذلك الإعلان أثار كل الصور الذهنية المؤلمة المرتبطة بفكرة الاتهام واستجابتنا نحن لإعلان البينكو حدثت حين لذلنا ونحن في وعكتنا الوقتية أن نتخيل أنفسنا في كامل عافيتنا مرة أخرى ووجداننا المركزي عن أنفسنا سواء أكان شعورا بالتفوق أو النقص أو بالذكاء أو الغباء أو بأي شيء آخر هذا الوجدان يتوقف على ما نتخيله من رأي الناس فينا وخجلنا وعصبيتنا في المواقف الشاذة هما في الغالب نتيجة لانشغالنا السابق بما يمكن أن يبدو للناس منا وما ذلك أيضا إلا معنا من قولنا أن خيالنا قد نشط نشاطا عظيما قبل الأول فجعل يرينا صورا من أنفسنا يبدو فيها الارتباك والحمق والقلق وقد علجنا في الفصل السابق بعض الآثار الجسيمة التي تحدثها الإحاءات الراسخة وهناك أيضا كان يصح القول بأن أجسامنا تميل إلى أن تصبح على نحو ما نتخيلها تنقيح التعريف أما أنا فأجد أن مسألة الإحاء والإحاء الذتي تسهل كلما إذا نظرنا إليها على أنها جزء من نشاط خيالنا ولهذا أريد أن أعدل تعريفنا فيصبح على هذه الصورة الإحاء رسالة إلى النفس تؤثر في سلوكنا باستدعائها المباشر لخيالنا وأرجو أن تفكر في الإحاء منذ الآن طبقا لهذا التعريف فلن تقصر مساعدته لك على إفهامك السبب في كون بعض الأفكار ذات تأثير إحائي قوي على حين أن بعضها الآخر خلو من هذا التأثير بل إنه سيفيدك كذلك فائدة عظيمة حين أقدم إليك في الفصول التالية بعض التوجيهات التي تساعد على استخدام الإحاء لإصلاح النفس على أنه يلزم قبل الدخول إلى ذلك أن أتكلم عن الخيال كلاما يفي بحاجة القارئ إلى معرفة نشاطه في حالته الخاصة كيف يعمل الخيال؟ لو سألت كثير من الناس لقالوا إنهم ليس لديهم خيال على الإطلاق فهم مغتبطون بكونهم أناسا عمليين لا يستسلمون إلى الأوهام والأفكار الهوائية وهم مخطئون لأن الكين البشري لا يكاد يأتي عملا من الأعمال بغير أن يستخدم خياله أول شيء فإذا أردت مثلا أن تزحزح كرسيا أو ترفع كوبا إلى شفتيك فإن العمل الذي تعمله يعقب الصورة الذهنية التي ترسمها لنفسك وأنت تفعل هذا الفعل ونحن في العادة لا نلاحظ أنفسنا حين نستخدم الخيال على هذا النحو كما نستخدم آلة مضبوطة ولكننا لو عنينا بمراقبة تفكيرنا بضع لحظات لا ثبت لنا على الفور أننا نتصرف دائما طوعا للصور التي رسمناها في خيالنا أولا وإنما يعني للناس حين يبرؤون من الخيال أنهم لا يستعملون خيالهم عامدين كوسيلة لخلق طاقة وحافز لنشاطهم المستقبل فهم أدنى إلى أن يأخذوا الحياة كما تأتيهم معتمدين على وحي اللحظة في توجيه سلوكهم وهم الخسرون في ذلك طبعا فالخيال يمكن استعماله كما يستعمل الملاح المنظر المقرب ليتنبأ بما ينتظر حدوثه في المستقبل ويستعد له ولا حاجة بنا إلى القول إننا لا نستطيع باستخدام خيالنا أن نغير كثيرا من شكل الحوادث القادمة ولكننا نستطيع أن نسبق فنحدد إلى درجة كبيرة كيفية استجابتنا للحوادث حين نلقاها وهذا لا شك نصف المعركة تخيل المستقبل ولنفترض مثلا أني طررت إلى أن أحضر بعد أسبوع حفلا عاما أخطب فيه وإذا كنت مدركا أني لست بالخطيب البارع فأنا أجنح أولا إلى إطلاق العنان لخيالي يدور حول هذه الفكرة وهي أنني سأبدو أمام الناس أحمقا شديد الغفلة وإني لأتمثل جمعا كبيرا من الناس ينتظرون سمع خطبتي وإني لأسمعهم يتهامسون عائبين مظهري مبدين أوجها من النقد على ما سوف أقوله ثم أتخيل نفسي وقد نهط على قدمي وأوصالي كلها ترتعد ونفسي يسودها الذعر الشديد وأراني أفقد مذكراتي ثم أنسى ما عزمت على قوله وبذلك أقنع نفسي بأن الأمر كله سيكون خيبة مروعة على أنه ما من شيء في العالم يطارني إلى أن أطلق أفكاري في هذا النهج المحزن فقد أستطيع الاعتراف بأني لست خطيبا ممتازا وأدرك مع ذلك أن الذين دعوني إلى مخاطبة هذا الجمع ما فعلوا ذلك إلا وهم راغبون في نيل معاونة المتواضعة على الرغم من علمهم بقدرة المحدودة وأستطيع أن أتخيل سامعي كراما مرحبين بالنفس السهولة التي أتخيلهم بها أفضاظا عيابين وأستطيع أن أخال نفسي باذلا ما أستطيع وأستطيع إذا أردت أن أستخدم صوري الذهنية استخداما إنشائيا بتلك السهولة التي أستخدمها بها استخداما هدميا ولعل اختيار أحد هذين السبيلين يتوقف آخر الأمر على ميلي إلى تفكير في نفسي أو إلى تفكير في مصالح من سأخاطبهم وعلى كلتا الحالتين فمسلك الفعلي يوم محنتي والمظهر الذي سأبدو به يتوقفان إلى حد كبير على الطريقة التي استعملت بها خيالي إننا نميل دائما إلى أن نتصرف طوعا لوجداناتنا كما أشرت من قبل فنحن باستعمال خيالنا نعد المجرى الذي ستندفع فيه وجداناتنا إذا حانت لحظة العمل ومن ثم فحسن استخدام الخيال ليهيئ لنا أن نغير في سلوكنا المستقبل أعظم تغيير مهما كان نوع الحادثة التي نتوقع أن نشهدها اكتسب الرزانة أعرف رجل أن اشتهر بالركانة وحضور الذهن وقد أخبرني مرة أنه حين كان غلاما صغيرا سمع والديه يتحدثان عن إفلات أبيه من حادث جل بامتلاكه زمامة أفكاره فعزم الصبي منذ ذلك الحين على اكتساب هذا الفن فكان كلما سمع الناس يذكرون الحوادث والمفاجآت تمثل نفسه هادئا معتمدا على ذاته حتى أصبحت رباطة الجأش جبلة فيه فهي تصدر عنه الآن بغير تفكير وإن رؤية أي شيء من قبيل المفاجآة لا تبتعث كل ما لديه من قوى ضبط النفس كما يكون لها عند بعض الناس عكس ذلك التأثير لأنهم يستعملون خيالهم بعكس تلك الطريقة ويخبرنا الباحثون عن عمل الخيال بأنه يمكن أن يستعمل بطريقتين متميزتين فإما أن يعدنا للنشاط أو يمكننا من نيل اللذة بغير أن ننغمر في النشاط حياة التواهم وإذا كنا جميعا نجد شيئا من اللذة في إطلاق خيالاتنا فإننا نميل حين نكبر إلى الاستمرار في استخدامها لأغراض التواهم كما كنا نفعل ونحن صغار فنحن نحلم يقضانين ونبني قصورا في الهواء وإذا كنا نريد أن نلتمس عذرا لتخلي عن المشاركة في الحياة مشاركة نشيطة فعالة فنحن نؤلف التمتع بهذه الأوهام الهوائية حتى تصبح اللذة التي ننالها منها كالحلمة الاصطناعية بدلا من الواقع وإننا جميعا لنعرف دعي الفن أو الموسيقى الذي يريدنا على أن نؤمن له بأنه عبقري ويظن في نفسه ذلك بلا ريب حتى إذا دخل في الأمور العملية كعزف لحن أو رسم صورة ظهر أنه مبتدئ ولا شك فمثل هذا المرء يستعمل خياله واللذة التي يهبها الخيال بديلا من الجهد المنشأ وذلك ضار خطر وإذا بولغ فيه جعل المرء عصبي المزاج لأنه يميل عندئذ إلى المسج بين خيالاته وبين الواقع وتصبح لعبة فلنتصور شيئا واقعيا عند الحالم حتى تحل محل اهتمامه بالحياة الرائنة التي يلزم على المرء أن يواجه عقابها وصعابها وهزائمها ويتغلب عليها في شجاعة بالعمل المتصل والعظيمة الصادقة النهج سليم والنهج سليم في استعمال الخيال هو عكس ذلك ومراده سماح لهذه الملكة الرائعة بأن توقظ اهتمامنا بالأشياء التي ننوي عملها حقا إننا نبني قصورا في الهواء لكننا نبنيها بحجم ومادة نستطيع أن نجدهما مائلين في الحياة المحيطة بنا فأحلام اليقظة لا تشبعنا إذا كانت بديلا من النشاط وإنما نستعملها لتحفزنا وتلهمنا بالنشاط فجدواها إذن أن توقظ نيران طاقتنا وتمد أجسامنا ونفوسنا بالقوة على مواجهة ما نستقبله من مهام وتلهمنا الشجاعة والمثابرة على إتمامها أهناك قاعدة سهلة نستطيع بها أن نفرق بين هذين النوعين من الخيال في حياتنا؟ أجل هناك هذه القاعدة هي الاختبار الذي أشرت إليه منذ لحظات فإذا كنا نجد أننا نحصل لذة من التخيل لا من عمل ما سبق لنا تخيله فإننا نكون عندئذ قد أخطأنا قصد السبيل وينبغي لنا أن نغير أساليبنا مسرعين فليس عالم الأحلام مكانا صالحا لأن يعيش فيه الرجل الراشد أو المرأة الراشدة دروس من الفصل الخامس أولا الإحاءات هي في الحقيقة أفكار تنبه خيالنا وعمل خيالنا هو الذي يحدد ما نتخذه من سلوك في جميع الظروف ثانيا وجداناتنا المركزية عن أنفسنا هي نتائج لما نتخيله في أنفسنا من صفات ولما نحسب أن غيرنا رأه فينا ثالثا نحن جميعا نستخدم الخيال ولو ظننا أننا لسنا بالخيال وحاصل الأمر أننا لا ندرك أن ما نرسمه من الخطط وما نحمله من أحلام اليقظة وما نقدره من موافقات المستقبل أن ذلك كله خيال رابعا يمكن استعمال الخيال بطريقتين إحداهما إنشائية والأخرى هدمية ألف فحين نستعمل الخيال لبناء قصور في الهواء بدلا من أن نستخدم الآجر والملاط أو حين نشبع رغباتنا بالإغراق في الوجدان بدلا من النشاط الواقعي فإن خيالنا يكون عدوا لنا لأنه يكون حاجزا بيننا وبين الحياة ويقيم شعورا زائفا باحترام الذات ب أما حين نتخذ من خيالنا طريقة ذهنية لإعداد أنفسنا للعمل لا بدلا من العمل فنحن نزيد صلاحياتنا ومقدرتنا لأن خيالاتنا تساعدنا على حشد احتياطي من الطاقة والحماسة للعمل الذي يجب علينا القيام به خامسا ليس بمقدورنا أن نغير الحوادث باستعمال الخيال استعمالا إنشائيا ولكننا نستطيع أن نوقع تغييرا كبيرا على تأثير الحوادث فينا الفصل السادس توجيهات عملية في الإحاء ذاتي أخال أن القارئ أصبح الآن قادرا على وزن قيمة الإحاء والإحاء ذاتي وعلى إدراك نواحي نفعهما ونواحي قصورهما من حيث أنهما طريقتان لتوجيه سلوك الإنساني أو تعديله فكثيرا ما بولغ في وصف فوائد الإحاء حتى أصبح كثير من الناس يحسبونه عملية سحرية غامضة نستطيع أن نعمل بها كل شيء ما تعرفنا سرها ولا شك أن في الإحاء شيئا من الغموض كما هي الحال في كل نشاط ذهني آخر وكما هو شأن في الحياة نفسها ولكن هذا لا يعني أننا نستطيع بواسطته أن نعمل المعجزات فعند توفر شروط معينة يمكن أن يجدي الإحاء جدوى كبيرة فيعيننا على تغيير عاداتنا في السلوك ويعيننا على تعديل معتقداتنا الخاطئة ويعيننا على تحسين حالتنا الجسمية ويعيننا على السيطرة على أحوالنا النفسية وإذا استعنا به أمكننا أن نحشد كل طاقتنا في حياتنا لتحقيق أهدافنا الإنشائية المفتاح الرئيسي لسر ولكن يجب تحقيق تلك الشروط أولا وأهمها أنه لا يمكن أن ننجح في الإحاء إلى أنفسنا ولا أن ينجح غيرنا في الإحاء إلينا بأشياء لا نريد أن نتخيل تحققها في المستقبل وفي رأيي أنه إذا أحسن القارئ فهم هذه القاعدة السهلة أمدده بالمفتاح الجوهري الوحيد لسر الإحاء الناجح فمهما كان شيء الذي يريد أن يوحيه إلى نفسه وسواء أكان تغيير عادة من العادات أو تعديلا في النظر والمزاج واتخاذ موقف أسلم نحو جسمه موقف يؤدي إلى تحسين حالته البدنية فسوف يمكنه أن يعلم هل يرجى له تحقيق نيته أو لا يرجى له ذلك إذا بحث مشروعه في ضوء هذه القاعدة إحاء بعد تجربة هب أنه غلبت عليك عادة الانزعاج لأبسط الأمراض وأردت أن توحي إلى نفسك أنك ستتخذ في المستقبل موقفا ذهنيا أسلم تجاه نفسك فهل تستطيع أن تتخيل نفسك وقد تعرضت للخاطر الذي يتعرض له غيرك من الناس فأصبحت تصاب بالبرد وبالعدوى وهل تستطيع أن تتخيل نفسك مستقبلا في سرور مسؤوليات الرجال المعافين متحملا في طيبة نفس مثلهم ما يصيبك من فشل إذا استطعت أن تتخيل نفسك فاعل هذه الأشياء فسوف ينجح إحاءك الذاتي وإلا فلن ينجح وهب أيضا أن لك عادة راسخة تريد تخلص منها فهل تستطيع أن تتخيل نفسك مستمتعا بالحياة دونها أكثر من استمتعك بها إن قيمة الإحاء تتوقف على إجابتك وتذكر أن المسألة ليست مسألة تفكير عقلي فقد تقول مخلصا أني لأعلم أنه من الخير لي أن أتغلب على هذه العادة وإني لواثق أنه من الحكمة ولعله من المربح أيضا أن أسلك السبيل الفلاني وقد تطمئن حين تبحث محاصن مشروعك ومساوئة أن العقل في جانب من تويته وهذا شيء حسن ولكنك إذا لم تستطع فوق ذلك أن تتخيل نفسك وقد سرت على تلك الخطة والتذت بها فلن يجدي الإحاء فتيلا ويعبر بعض النفسانيين عن ذلك بقولهم وحيث تسترع الإرادة والخيال يفوز الخيال دائما وهناك بعض الاعتراضات النظرية على هذه العبارة ولكنها كافية للأغراض العملية كيفية الإحاء الذاتي فإذا أردت أن تستفيدا من الإحاء الذاتي فابدأ بهذا الطريق أولاً استوضح بعين بصيرتك ما تريد أن تفعل أو ما تريد أن تصبح وضع للتعبير عن رغبتك أسهل جملة وأقواها تقريراً واكتبها على ورقة حتى لا يتسنى لك نسيانوى ولا تعجل في ذلك ولا ترضى حتى يكون ما تكتبه معبراً بالدقة والتمام عما تريد أن يحصل ثانياً ابحث بعناية عن الأسباب التي من أجلها لم تفعل حتى الآن ما تنوي أن تفعله ما الوجدانات الراسخة التي عقلتك أو تركتك مسترسلاً في سبيل آخر غير الذي تشرع فيه الآن وسيكون أول ما يرد على خاطركه أن تقول أنك لم تجد شيئاً من الرضا في السبيل الذي سلكته من قبل فإذا كنت نزقاً أو سيء الخلق مثلاً فلن يسهل عليك إدراك أن نزقك كان مجلبة لرضى بيد أنك ستجد أنه كان كذلك فلعله سهل لك أن تستبد برأيك ولعله خدم وجدان القوة أو التعاظم عندك ولعله جنبك أن تعترف بوجدانات الضعف أو النقص فابحث كيف كان ذلك ثانياً ثم اسأل نفسك مخلصاً هل يمكن في خيالك أي قارن الرضا أو الإشباع الموجود في السبيل الذي تريد انتهاجه بذلك الذي وهبتك إياه العادة القديمة رابعاً فإذا كان الأمر غير ذلك فأخطر في بالك وخيالك دائماً كلما تستطيع أن تراه في خطط العمل الجديدة مما يمكن أن يشوق أو يلذ أو يزيد من احترامك لنفسك وتخيل نفسك سالكاً في شتى الظروف المختلفة والأحوال النفسية المتباينة ذلك النهج الجديد وثابر على ذلك حتى تطمئن إلى أنك ستشعر في عمل ما تنوي إيحاءه إلى نفسك بسعادة أعظم من سعادتك بما كنت تعمله من قبل وبعد أن تتثبت من ذلك لا قبله يمكن أن تبدأ آمناً في اتخاذ خطط معينة في الإيحاء أما إذا لم تستطع ذلك فدع مشروعك الحاضر وابحث عن آخر يحقق الشروط التي قدمتها بأن يكون أدنى إلى إمكانياتك ورغباتك الحقيقية ولعلك حين تطلع بذلك كله تجد نفسك وقد طررت إلى أن تراجع صيغة الإيحاء المكتوبة التي أعدتها أول الأمر فلا تتجر من ذلك وراجعها وأصلح حيث يلزم إصلاحها حتى تجعلها صحيحة كل الصحة ثم أحكم صياغتها صياغة تقرير شخصي إيجابي في جملة تبدأ على النحو يمكنني أن أفعل كذا وكذا وسأفعل كذا تطبيق طريقة لقد حصلت الآن على إيحاء ذاتي عملي ذي قالب وبقي عليك أن تطبقه بطريقة عملية اقتطع لنفسك عشر دقائق قبل النهوض من الفراش صباحا وعشر دقائق قبل النوم ليلا وابحث عن مكان تستطيع أن تخلو فيه إلى نفسك هذه الفترة وأن تسترخي في وضع مريح ويحسن أن تكون راقدا على ظهرك ويجب أن يكون الاسترخاء حقيقيا فإذا كنت تجهل كيفية الاسترخاء فقرأ الكتاب الذي كتب عن هذا الموضوع في هذه السلسلة عطي القواك العاقلة في فترة الاسترخاء هذه وضع أفكارك تستقر على الإيحاء الذي كتبته في هدوء وسكون وبغير أن تبذل جهدا ذهنيا ما وضع خيالك يصور لك نفسك وأنت تعمل الآن وبالفعل ما تريد أن تعمله أو كائنا الآن ذلك الشخص الذي تبغي أن تكونه أشعر بنفسك وأنت تستمتع بتجارب المتخيلة ترجمة نانسي قنقر